المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة ميزة وحساب جاري لأصحاب المعاشات أهلا بكم أدعوكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد علنت الهيئة القومية للتأمنات الاجتماعية إقاف إصدار بطاقات المعاشات التي كانت تصدر من الهيئة القومية للتأمنات الاجتماعية تبقى للمنشور الهيئة رقم واحد لسنة 2020 وبناء على ذلك سيتم صرف المعاش الدوري من خلال المصادر التالية 1- الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد 2- بطاقة ميزة 3- المحافظة الإلكترونية الصادرة من البنوك أو شركات الاتصالات حددت الهيئة المستندات التي يجب على صاحب المعاش إحضارها وهي فيما يلي 1- صورة بطاقة الرقم الكومي على أن تكون سارية 2- صورة من البطاقة المدفوعة مقدما 3- أصل موافقة البنك على التحويل على الحساب الجاري أو صورة من خطاب الجهة المصدرة للمحافظة الإلكترونية يذكر أن الهيئة القومية للتأمنات الاجتماعية أطلقت سلاسة أنظمة جديدة لصرف المعاشات يتم تطبيقها تدريجيا وعلى مراحل ويتم الإختيار بينها بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على معاش الفترة المقبلة اللي هم الجداد أو الذين يصرفون معاشهم فعليا وفقدوا بطاقة الصرف المعاش الفيزا أو رقمها السري من جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمنات الاجتماعية أن رؤية الهيئة القومية للتأمنات الاجتماعية تتجه نحو تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر لهيئة رقمية لفتا إلى أن المشكلة القبرى في مكاتب التأمنات هي التعامل الورقي واللياز تعتبر 60% من مساحة أي مكتب تأمنات أو منطقة تأمين عبارة عن أرشيف مضيفا أنه سيعمل على ربط التأمنات مع جهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن ويتم الأمر إلكترونيا لو عجبك الفيديو عزيز المشاهد ما تنساش تشترك بالقناة واتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد